بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على إشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله جميعاً في كرس جديد حول قراءة نتائج التحايل القربية واليوم هتكلم إن شاء الله عز وجل على الانترنتيشن للليفر فانكشن تست إن شاء الله عز وجل في هذا الموضوع هتكلم عن محاولة تالية هتكلم على البيلوروبيل متابلزم ثم هتكلم على الليفر انزايم والنقطة الأخرى المهمة جداً عاوزين نتعلم هاو توريد ليفر فانكشن تست عاوزين نعمل نظام أو نعمل سيستم من خلال هذا النظام نستطيع إنه أي نتيجة ليفر فانكشن تست نقرأها بكل سهولة من خلال هذا النظام ثم بالتأكيد لابد نعمل كيسس حتى نظام اللي حنعمله نطبقه على هذه الكيسس النقطة الثانية أو حنبدأ بالبيلوروبيل متابلزم إن شاء الله البيلوروبيل متابلزم مهم جداً نفهمه لأنه هو أساس فهم قراءة نتائج الليفر هذه اللي أمامكم الآن فيه معنى البلوت فيزلز واللي على اليمين الاسبلين والاسبلين داخله ماكروفيجيس وتحته الكيدني وهنا أيضاً الليفر وفي الليفر القناة السفراوية وحتصد في الانتستين وهذه حركة الميتابولزم أو الباثوي للميتابولزم حتى تتم من خلال هذه السيستم طيب كيف حيحصل الموضوع سبحان الله البولمرو أو نخاع العبد يصنع الاربيسيز والاربيسيز دي تظل إلى مئة وعشرين يوم بعد مئة وعشرين يوم يتغير فيها جين فتصبح رجد أي اربيسيز سواء كانت يونغ ولا أول ضروري تعدي على الاسبلين قاعدة فلما الاربيسيز تصبح عمرها مئة وعشرين يوم إذن أصبحت شاخت فتغير الجين اللي فيها فأصبح الممبرين أصبح رجد فلما تروح الاربيسيز إلى الاسبلين في الاسبلين فيه نارو كابلريز في كابلريز ضيقة فتدخل الاربيسيز من خلال هذه الكابلريز الضيقة ولأنها أصبحت أول وأصبحت الممبرين حقها رجد فيحصل أنه يحصل لها رابشار أو يحصل لها ديستركشن فلما يحصل لها رابشار بالتأكيد حتطلع الهيموغلوبين لما يطلع الهيموغلوبين الهيموغلوبين هو small molecule ولكنه toxic تخيلوا هذا الهيموغلوبين لو خرج إلى الدم حيعمل ديزيز شهير جدا سميه acute tubular necrosis في الكدني طبعا الهيموغلوبين ده على طول حيحصل أنه حيتحول إلى غلوبيلين والغلوبيل ده عبارة عن أمانو أسد حيستفاد منه ويتحول إلى هيم الهيم ده برضه حيتحول إلى الـ iron ويتحول إلى البلوبردين الـ iron الـ liver يتطلع الـ transfer routine يروح يشيل الـ iron ويوديه إلى نقاع العظم عشان يحصل الـ recycling ويستخدم في تصنيع الـ RPC من جديد البلوبردين ده يحصل له الـ reduction ويتحول إلى بلوروبين البلوروبين ده إحنا اللي نسميه الـ unconjugated bilorubin أو نسميه الـ indirect bilorubin هذا الـ unconjugated bilorubin من صفاته أنه lipid soluble ومن صفاته كمان أنه بالتأكيد توكسيك بالإضافة إلى أنه بالتأكيد لونه أصفر الـ unconjugated الـ unconjugated كثر الله خيرها الماكروفيج عملت هذا الموضوع ورمت الـ unconjugated إلى البلوبرد اللي فر لها دور كبير تروح تطلع البومين الـ unconjugated وظيفته أنه يجعله یہاكد فيروح يوخذ الـ unconjugated فيروح يوخذ الـ unconjugated ويرتبط بو وبالتالي وظيفته أنه يوديه فقط إلى الليفر الليفر فيها ثلاثة فانكشن رئيسية فيما يخص البلوروبين الوظيفة الأولى أنها تعمل active uptake الوظيفة الثانية أنها تعمل conjugation و الوظيفة الثالثة هي تحطم إطارة الان حصل أنه سيروت البيلوربين مع الألبيومين لنستمر إلى وقت وانشر على الو blanket وحيناء الآباءالThe Back Weper سبقي الله verändert سيحصل أنه لا بد نحتاج الان zaqu Bewegation فهذا البيلوربين سينضاف عليه جلوكويرونايد trouvé الآباءالبيرونايد ببقى البيلوربين سيتحمل إلى في وجود انزيم مهم جدا نسميه إذا أصبح الآن استطعنا أن نحول الان في الليفر إلى أيش اللي فرق بينهم أصبح الان يمتلك صفة الوطر صوليبل فيما عدوش أصبح وطر صوليبل الان في الليفر الآن أهو زي ما أنتم شايفين يتكور الان الان ويعدي في القناة الصفراوية أو في البايل سيستم وحيوصل للانتستم في أي مكان في الانتستم حيوصل إلى مكان مهم نسميه الترمينال آليم في الترمينال آليم تجيه بكتيريا البكتيريا تشتغل على الكونجيغيتد في الترمينال آليم وتحوله إلى مركب اسمه استيريكو بيلونوجين الاستيريكو بيلونوجين مهم جدا نعرف أن اسمه الآخر حديثا يسموه يورو بيلونوجين وهذا مهم جدا لأنه حيحصل بعد شوية سنرى أين سيكون اليوروبيلونجين هذا الستيريكوبيلونجين سينزل في الستول وسيتعرض للأكسوجين وبالتالي سيتحول إلى مركب ستيريكوبيلين وسيعطينا لون الستول الطبيعي اللي نسميه البراون ستول طبعاً 80% من الستيريكوبيلونجين سينزله في الستول النقطة الثانية أن 20% من الستيريكوبيلونجين سيحصل لهم ري أبزوربشن بحاجة بنسميها الانتراهيباتيك سيركوليشن فحيعاد امتصاصهم عبر الليفر وحيروحوا للبلد ومن البلد حيروحوا للكدني ومن الكدني حتنزل في اليورين النقطة المهمة جداً أن اليوروبيلونجين حتى لو زاد في اليورين ما يحصلش أي تشينج في الكالر حق اليورين يظل اللون اليورين اللي هو الأصفر الفاتح ليش؟ لأن اليوروبيلونجين ذا عبارة ممعوش صبغة فبالتالي مهما زاد ما يأثرش في لون الكالر بالنسبة لليورين طيب هذه الطبيعة الفيسيولوجية لكل البشر كل إنسان في الكون عندما تصبح الاربيسيز حقه بعد 120 يوم يحصل هذه الباثوي طيب تعالوا نشوف إيش حنستفيد من هذه الباثوي حنستفيد الآتي أنه في التوتل بيلوروبين معنى نوعين معنى الانكونجيجيتد ومعنى الكونجيجيتد بالتأكيد التوتل بيلوروبين النورمال رينج حقه من 0.8 إلى 1 ميليغراب برديسي لتر طيب ما هي مواصفات الانكونجيجيتد؟ مواصفات الانكونجيجيتد أول أمر وأهم أمر أنه مكان تواجده في البلد وهذه نقطة مهمة جداً النقطة الثانية أنه بالتأكيد النقطة الثالثة أنه توكسك والنقطة الرابعة أنه يتحد بالالبيومين فمن الصعب أنه كمان ينزل في اليورين النقطة الخامسة زي ما قلناها أنه كمان لونه أصفر لكن أهم نقطة في هذا الموضوع أنه مكان تواجد الآن كونجيجيتد زي ما أنتم شايفين مكان تواجده في البلد طيب بالنسبة للكونجيجيتد الكونجيجيتد أول مواصفة له أنه مكان تواجده في الليبر النقطة الثانية أنه وتر سوليبل وهذه نقطة مهمة فبالتالي إحنا ما يمكنش أنه الأساس مفروض ما نحصلوش في البلد وبالتالي إحنا ممكن لأنه وتر سوليبل ممكن يوجد في البلد لكن بكمية قليلة يعني أساساً النوربال رينجي حقه الكونجيجيتد من 0 إلى 0.2 فهو بالتالي موجود بنسبة ضئيلة 0.2 ليش وجد بنسبة 0.2 لأنه وتر سوليبل الصفة الثالثة المهمة له أنه الكونجيجيتد حاجب بنقول عليه إرتنت يعني لو ما يضل في الليفر يعمل إرتنت للهيباتوسايت فبالتالي الهيباتوسايت عاوزة تتخلص منه فلما تتخلص منه تعمله إكسيكريشن فبالتالي تنزله في القناة الصفراوية وينزل إلى الانتستن وينزل في الستور هذه النقاط الأساسية اللي هي الفرق بين الانكونجيجيتد والكونجيجيتد النقطة المهمة الآن تعالوا نشوف لو فيه هيمولوليتيك أليميا عند الشخص كيف حيحصل التغير في هذه الأشياء النقطة المهمة اللي تعاوز أركز عليها أنه فيه خلل أو فيه بحان خطأ نحن نرتكبه لأنه أي هيموليسس ما نقدرش نقول عليه هيموليتيك أليميا لأنه الاربيسي زي ما اتفقنا أنها تعيش مئة وعشين يوم فرضا تكسرت بعد مئة يوم أو حصل لها رابشار بعد تسعين يوم بعد ثمانين يوم بعد سبعين يوم بعد ستين يوم ما يحصل هيموليتيك أليميا خالص ليش؟ لأن البولمرو قادر أنه يعوض وبالتالي نقول حصل هيموليسس لكن ما نقدرش نقول إنه حصل هيموليتيك أليميا طيب متى نقول إنه حصل هيموليتيك أليميا إذا أصبح التكسير كل عشرة أيام تتكسر أو يحصل رابشار الاربيسيز ليش نقول لأنه هنا البولمرو ما حد يقدرش يعوض أصبح هناك عدد كبير ومهول من الاربيسيز تتكسر فمهما عوض البولمرو ما يقدرش يعوض الاربيسيز الموجودة فبالتالي يحصل دكريز في الهيموغروبي وبالتالي يحصل هيموليتيك أليميا غير كذا حتى الليفر أساساً الليفر بتزود الابتاك وبتزود الكونجيشن وبتزود الاكسكريشن لأنه فيه حيكون فيه لكن نتيجة للعدد المهور أنها كل عشر أيام بتتكسر لن يستطيع البولمرو ولن تستطيع الليفر أنها تستطيع أنها تجاري هذا التكسر الكبير فبالتالي النقطة المهمة جداً أنه الآن الاربيسيز ستتكسر لأنه حصل هيموليتك أنيميا ستتكسر كل عشر أيام فبالتالي حصل عدد كبير جداً من الاربيسيز حصل لهم ديستراكشن أو رابشر لو ما حصل رابشر بالتأكيد حيطلع هيموغلوبين بالتأكيد كمية الهيموغلوبين كبيرة الهيموغلوبين ذا زي ما قلنا حيكون فيه غلوبيلين وذا حيستفاد منه عبارة عن عمانو أسل حيستفاد منه بالإضافة إلى حيكون فيه هيم الهيم حيتكسر إلى الآيرن وكمان حيتكسر إلى حيتحول إلى بليبردين الآيرن مهم خاصة في الهيموليتك أنيميا لأنه ممكن ينتج عنه حاجة بنسميها هيمو سدروزيز أو حاجة كبير بنسميها الهيمو كروماتوزيز هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله لو لنا عافية وعمر لو ما نتكلم على كيف نقرأ نتائج البلد الآن البليبردين زي ما قلنا قبل شوية أنه حيحصله ريداكشن وحيتحول إلى بيلوروبين اللي سميناه الانكونجيجيتد الآن هتكون كمية كبيرة جداً ليش لأنه كمية كبيرة حصلها ديستراكشن فبالتالي هتكون كمية كبيرة كلها في البلد الليبر هتطلع الألب يومين الألب يومين اللي هيطلع طبعاً زي ما أنتم شايفين زي هذا الآن كونجيجيتد في البلد الألب يومين ده هيطلع وحيوخذ بالتأكيد البلوروبين إلى الليبر هيحصل كونجيجيشن لو ما يحصل الكونجيجيشن بالتأكيد كمان الكونجيجيشن هيزداد ليش هيزداد لأنه كمية الآن كونجيجييتد عالية فبالتالي زي ما أنتم شايفين بيتكور الآن الكونجيجييتد الآن الكونجيجييتد حينزل عبر القناة الصفراوية إلى الانتستن زي ما قلنا حيوصل إلى الترمنال الاليام وبالتالي ستجي البكتيريا وحتعمله تحويل إلى مركب سميناه استيركو بلونجين هنا استيركو بلونجين هيزداد ليش هيزداد لأنه كمية الكونجيجيجيديد عالية لماذا زادت كمية الكونجيغيتر؟ لأنه كمية الـنكونجيغيتر عالية لماذا زادت كمية الـنكونجيغيتر؟ لأنه عدد كبير من الـRPC حصل لها رابتشر وبالتالي زاد الـنكونجيغيتر الـستيريكوبلونجين ذا اللي زاد اللي قلنا عليه بين قوسين اسمه يوروبلونجين ذا بالتأكيد هينزل في الستور زي ما قلنا 80% وهنا هيتعرض للأكسجين لو ما ينزل في الستور وحيصبح الستور دار وهذه واحدة من مميزات الـهيموليتك أنيميا ليش الستور دارك؟ لأنه كمية الـستيريكوبلونجين عالية بالتأكيد هيحصل لـabsorption زي ما قلنا 20% بالـenterهيباتيك سيركوليشن وحتروح للليفر ومن الليفر حتروح للبلود ومن البلود حتروح للكيدني وحتنزل في الـيورين هيكون نسبة اليوروبلونجين في اليورين عالية لكن لن يتغير لون البول هيظل نفسه لون الأصفر الفاتح زي ما قلنا لأنه ما فيش صبغة في اليوروبلونجين فهيصبح نور تشينج في الكالر في اليورين طيب الآن حاوزين نتعلم شي من الـهيموليتك أنيميا طبعاً فيه نقطة مهمة الـconjugated ممكن يزداد حيسألني واحد ليش هيزداد الـconjugated لأنه كميته في الليفر عالية فممكن يحصل لأنه زي ما قلنا الرتاند فممكن يحصل له سيكريشن وبالتالي يروح للبلود الآن تعلموا نتعلم من هذه الـهيموليتك أنيميا ما سيحصل؟ أنه في معايا توتال بالأوروبين عالي طيب سنسأل أنفسنا ليش زاد التوتال بالأوروبين؟ زاد التوتال بالأوروبين للآتي اللي زوده أكيد الـunconjugated هو اللي زود التوتال بالأوروبين هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أن الـstool dark ليش الـstool dark لأنه زاد الـstيروكو بلونجين كيف زاد الـstيروكو بلونجين؟ لأنه زاد الـconjugation أو الـconjugated بالأوروبين ليش زاد الـconjugated بالأوروبين؟ لأنه زاد الـunconjugated النقطة لبعدها من مواصفات الآتي experience أن الـCor seeds affamengo لماذا اليوربناتك عالي؟ لأن الـst shovel 19 وال؛ بالتالي حصل Reg absorption نقطة الثالثة أنه برغم أن اليوربناتك العالي لكن لا يوجد أي change في حد응 بالنسبة للـ acum together لذيما قلنا لماذا لا يوجد غادث لأنه مفيش صدغة مع اليوروبيلونوجين طيب تعالوا الآن نشوف لو فيه حصل بلاري أبستراكشن للبيشنس ايش اللي حيحصل؟ لو ما اقول بلاري أبستراكشن كل ما في الموضوع انه حصلت سدت القناة الصفراوية او البيل سيستم نسد فبالتالي ما معنى هنسد انه مش هيقدر يطلع الكونجيشن او الكونجيشن او الكونجيشن بلاروبيل بمعنى اخر انه عادي طبيعي الاروبيسيس من الجيلس ه يوحد الكونجيشن ولو يوجد الكونجيشن في الجيلس وحيتكون الكونجيجن فبالتالي هيتكونكونكون بيلوروبين بالطريقة اللي قلناه البلوروبين سينضاف عليه وبالتالي هجي إنزيم الـ وحيحوله الى بيلوروبين هنا النقطة المهمة تخيله هيتكونكونكونجيجيججيد ومش قادر يتصرف حصل بلوك ومش قادر يتصرف بحيث أنه ينزل إلى الإنتسم فبالتالي الآن الليرهر ما لانه كانسه والدنيا مقفولة، الدنيا مسدودة، فبالتالي أيشه اللي هيحصل؟ هيحصل أنه ما في استيركوبلولوجين وهذا منطق، لأنه ما قدرش ينزل الكونجيجئيتد. مدام ما فيش استيركوبلولوجين، بالتأكيد السلول هيقوم بيل، لأنه أساساً الصبغة اللي بيعطيها هو استيركوبلولوجين، فما في استيركوبلولوجين، فحيصبح السلول هيصبح بيل. النقطة الثانية بالتأكيد ما في يوروبيلولوجين خالص ليش ما فيش يوروبيلولوجين لأنه ما فيه استركوبولوجين النقطة الثانية اللي بعدها إنه بالتأكيد مش اتفقنا إنه الكونجيغيتد ذا عبارة عن وترسوليغل هيحصل له عم السيكريشن في البلاد وبالتالي هيزداد الكونجيغيتد بنسبة كبيرة جداً وايضا هازداد الكونجيكيتد وصف discs ما هو خلق اللون من شخص حقه خلق خلق الآن نعلم الآن الثواتل بالوروبين زاد صحيح من زيده أو ذاتل بالوروبين؟ اللي زيدوا أو اللي رفعوا هو الـ Conjugated هو اللي رفع Total Blurubium النقطة الثانية في البلاريوبستراتف إنه الستول بال ليش الستول بال؟ لإنه ما فيستركوبلونجين ليش ما فيش ستركوبلونجين لإنه حصل Obstruction فما قدرش الـ Conjugated إنه ينزل النقطة الثالثة إنه ما فيستيوروبلونجين بالتأكيد ليش ما فيش ستركوبلونجين لإنه ما فيش ستركوبلونجين لإنه يحصلوا Reabsorption النقطة الرابعة إنه هنا Dark Urine ليش Dark Urine وحتى نسميه حنا Red؟ لإنه Dark Urine لإنه الـ Conjugated ذا محجوز في الليفر فبالتالي راح للدم ومن الدم بالتأكيد راح للكدني وبالتالي حصل ما نسميها بالبلوروبين يوريا اللي هو عبارة على الـ Conjugated وأصبح لون البول لون Dark Urine طيب تعالوا للنقطة الأخيرة لو حصل damage في الهيباتوسايت نسميها Hepatocellular Injury أو نسميها Prenchematos الآن المشكلة في الليفر يعني فيه inflammation في الليفر طيب الوضع الطبيعي هيحصل زي أي إنسان الـ RBCs دي بعد 120 يوم حتروح للسبلين طبعاً هتتروح باستمرار لكن بعد 120 يوم دي لو ما تروح للسبلين هيحصل لها Rapture لو ما يحصل لها Rapture حيطلع الهيموغلوبين بشكل طبيعي لو ما يطلع الهيموغلوبين حيطلع الجلوبيلين وحيطلع الهيم الهيم ده اللي حيطلع حيتحول إلى Iron وحيتحول إلى Beliverdeen البليرفردين زي ما قلنا حيحصل له Reduction وحيتحول إلى بلوروبين اللي سميناه الـ Unconjugated or Indirect بلوروبين الـ Unconjugated ده حيروح للبلوت زي ما قلنا حيجي الـ Alpiumene as a carrier ويوخذه إلى الليبر لو ما يوخذه إلى الليبر حيحصل الـ Conjugation وحيتحول الـ Conjugated باللوروبين في الليبر أو تحول الـ Conjugated باللوروبين في الليبر وتحول الـ Conjugated النقطة المهمة جداً اللي عاوزين نتفك عليها إنه الليبر لو ما يحصل لها Inflammation هذه نقطة مهمة جداً لو ما يحصل لها Inflammation لها ثلاث وظائف تعمل للبلوروبين تعمل Active Uptake وتعمل Conjugation وتعمل Execration الثلاث الوظائف ذي لو حصل Inflammation في الليبر تقل لكن الوظيفة اللي يحصل لها Drop في الأرض هي Execration يعني الليبر ما تقدرش تعمل عملية Execration للConjugated فبالتالي ايش اللي حيحصل؟ الـ Conjugated باللوروبين حيجمع في الليبر مش قادر يحصل له Execration لأنه حصل Inflammation في الليبر وبالتالي الـ Stricopylylogen حيقل وبالتالي أكيد الـ Strol حيصبح بيل كمان الـ Reabsorption ده حيقل وبالتالي حيقل أو مفيش يوروبلولوجين نتيجة لأنه ما حصلش Execration للConjugated وبالتالي ما تحولش إلى Stricopylogen بالتأكيد الـ Conjugated ده Water Soluble لأنه Water Soluble حيحصل حيروح للبلود ومن البلود حيروح للكدني طبعا بالتأكيد الـ Conjugated حيزداد أكثر من الـ Conjugated بكثير حيزداد تماما لأنه هو اللي حصل له تحول وحصل له Conjugation في الليبر لكن ما قادرش يتصرف بالتالي بالـ Water Soluble حيكون نسبته كبيرة في الدم بالتأكيد زي ما قلنا الـ Conjugated حيزداد بنسبة ضئيلة ليش حيزداد الـ Un-Conjugated لأنه أساساً لما الـ Lever Malana Conjugated حيقل للـ Uptake لو ما يقل للـ Uptake حيزداد الـ Un-Conjugated طيب زي ما قلنا الـ Conjugated ده حيروح للبلود ولو ما يروح للبلود حيحصل من البلود حيروح للكدني ومن الكدني ده حينزل في اليورين وحيصبح اليورين دارك لأنه قلنا فيه بالأوروبين يوريا اللي هي الـ Conjugated وبالتالي أصبح اليورين دارك طيب تعلم تعلم من الـ Hepatocerebral Anjury أو Prynchematos أن التوتل بالأوروبين زاد صحيح زاد من اللي زيد التوتل بالأوروبين؟ بالتأكيد اللي زودوا الـ Conjugated هو اللي زودوا لأنه موجود في الليبر وما حصل لوش سكريشن إلى عبر البايل النقطة الثانية السطول بيل صحيح بيل ليش بيل؟ لأنه الاستيريكو بلونجين قل أو ما فيش لأن الـ Conjugated ما قدرش الليبر انه يطلعه كمان اليورو بلونجين حيقل أو ما فيش الاستيريكو بلونجين نفس الوضع أنه ما فيش استيريكو بلونجين بالتأكيد اليورين دارك ليش اليورين دارك؟ لأن الـ Conjugated ده موجود في الليبر وهو Water Soluble فبالتالي حيغادر إلى الدم ومن الدم حيروح للكدمة وحينزل في اليورين فبالتالي حيصبح معنا في اللي هو عبارة عن الـ Conjugated وحيصبح دارك يورين اللي بنسميه رد طيب النقطة المهمة الآن اللي اتفقنا عليها لو لاحظتم انه والهيباتو سرور انجري كلاهما نفس المواصفات نفس المواصفات دارك يورين مافيش يوروبالولوجين التوتل بالأوروبين زايد الـ Conjugated بالأوروبين زايد في الاثنين كيف نفرق بينهم؟ نفرق بينهم بالـ وهذا ان شاء الله ما سنأخذه بإذن الله في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته